السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية طيبة ورحبا بكم في وصفة جديدة من وصفة موني تمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في التمسيحة ان شاء الله سوف ندروا واحد الفطائر تركية رائعة وبعجينة قطنية روعة اذا نبقوا معناه مع الوصف وطريقة تحذير كلا عدالي باقي ما نشترك اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد بسم الله وعلى بركة الله وصلاة والسلام على رسول الله سوف نضع ملعقة كبيرة الخميرة الخبز سوف نضع ملعقة كبيرة الخبز ملعقة السكر نصف ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة الملحة سوف نضع يوغ طبيعي يوغ طبيعي يوغ طبيعي اذا هذا الكأس يوغ طبيعي سوف ننقس به سوائل عندي علبة يوغ طبيعي سوف نضع كأس الحليب يكون بحرارات المطبخ ولكن برد الجوب يكون دافئ كأس الحليب وكذلك كأس الماء ونصف كأس زيت الماء ثلاثة المعالقة كبيرة نحرك الخليط وننزف في الدقيق يجمع اينا تقريبا يجمع 5 كؤوس ونتقديد الاستعمالات دقيق ابيض نحاول استحسن يكون مغربة نعجيها ونجعلها ترتاح تضعف الحجم حتى تضعف الحجم نحن نحن بالنسبة للحجم هنا لدينا مقطع صغير فلافل فلافل ألوان وقصبور وربي وستعمل توبيل ملح سكنجبيل الفلاح حمرا تم بودرة أو لا يستعمل بودرة عادي والزيت نضيف زيت المائدة وكذلك زيت الزيتون ونضيف هنا ملعقة توابل الكفتة أو الدجاج لكم الاختيار لا حسب الحشو ما تضيفون له نضع فوق النار حتى يتشحر هذا الشيء مزيان من بعد نضيف كمية لحم مفروم ونخلطه مع البصيلة لا يضيف كثيرا ونضيف 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 ملعقة صغيرة ونضيف كما يمكن ونضيف الفرمج ونضيف 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 أخر يضيف الحشو ونضيف جزار ونضيف ومقاب ونضيف 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 المشهر ونضيف الحجين ونضيف الهجين ونضيف لان الآن نضيف حجم حجمها نضيف حجم 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 نقسم حجم 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 نقسم حجم 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 نقوم بتساوي قطع نقتال there كوائرات تحتني كدوية نضيف خاصة الأمام نضيف حجم ترتك أول كرة بكل قطع وينتعق القيادة يستعني الحجم وفي نستغيث ونحاول نحفر ونجعل الجوانب شوية طالعين بحل كيف ندير البيتزا شوية العجينة شبك الله كيف هذا كل نبيلات يعني رأة خامرة وكتجي نشف جوخة ويمدك شرفة قطنية بامتياز اذا نديرها كذا ونحط فنديرها شكل طول وضعها في طاوة اما من دهونة او لفيل بابي ورق طبعا كيف ما ممكن لنا ملقو الجانب ديال هاد الفطائر الجوبن سوف ندلكم واحدة واحدة ولا جوج بالجوبن نسرحوها نوضعوا الجوبن في الجوانب ونغلقوا عليهم حتى نديروا البيتزا تماما انا نضفت جوبن احمر سوف ندير لكم موزاري لكم اختيار على حسب الجوبن اللي عندكم ممكن لها طبيعية تجي زيانة اذا كنستمرك حتى تنسى اليوم كاملي اشتركوا في القناة الفطائر ديالي ومادما بعد ما سبور ورقتهم كاملين غن ناخد الحشو نوضعه نووزعه فوق منهم كاملين حالا كده الفرن فاد للاحظة ترى المرواحة يخدم المرواحة على اعلى درجة فران يكون بحل كده نخدمه البيتزا او الفطائر غير يضربهم الصاد شوية واحد دوز واحد ثلاثة اربعة دقيق ونقص الفران للمية وتمانين تنميتين درجة اذا هنا سنوضع الحشو الكامل من بعد سنضيفه ونقص الفرماج غابي يجب ان تستعملوا بأي نوع الفرماج امونطال اموتزار اي موتزار اي شداء فرماج حمر في منظر ان تفضل انا قولي بعض بعض الأجين والقويرات اخليتهم هكذا كنت تنمي بحل العجينة برغر اجربتهم في الحقج ورائع اذا ادعون هكذا سنوضع الفرماج كامل ثم نضيف كمية من الحليب ثم نضيف كمية من الحليب ثم نضيف جوانب نضيف جوانب نضيف جوانب نضيف جوانب ثم نضيف جوانب ثم نضيف جوانب كما تعلمك كما تعلمك جوانب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة